موسيقى موسيقى بسم الاب والابنة والروحة القدسة الإله الواحدة مين؟ كل سنون طيبين النهاردة الأربع الأخير قبل أسبوع الألام يعني هنتقابل إن شاء الله على خير بعد عيد القيامة المجيد في الأربع اللي وراها على طول اسمحوا لي كده النهاردة هتكلم على حاجة تحت عنوان بانوراما الأحداث يعني إيه؟ هنفكر في بعض الشخصيات اللي تميزت قوي في ظهرها في الأسبوع الأخير وهنتعلم من كل شخصية درس هنتكلم على أربع حاجات تحت أربع شخصيات وتحت أربع عنوان النقطة الأولانية اللي عايزة أتكلم معاكم فيها نقطة اسمها العمى الروحي حاجة اسمها إيه؟ العمى الروحي يعني إيه العمى الروحي؟ عايزة أكلمكم الأول عن يهوزة لأننا خايف في يوم الأيام مطلعش أحسن منه ربنا مسمحش طبعا يهوزة ده حاجة عجيبة قوي تعالوا نفكر مع يهوزة شاف إيه؟ قبل ما يخون المسيح أول حاجة يهوزة كان موجود في المركب أنا هبتدي كده بشوية كلام عشوائي يعني مش ترتيب المعجزات زي ما حصل كان قاعد في المركب والمركب دي من الهزيع الأول للهزيع الرابع قاعد تسع ساعات معذبة من الأمواج هو كان موجود وكان في منتهى الرعب زيه زي بقية التلاميذ للمركب قاعدة تشرق والعرفة تغرب وترجع مكانها تاني إيه اللي حصل شوية كده ساعة ثلاثة صباحاً لقوا حد ماشي على الأرض خافوا شبح ده ولا خيال ولا إيه لغاية لما المسيح طمانهم بالصوته وقال أنا هو لا تخافوا أنت كنت موجود يا يهوزة يعني شفت المسيح ماشي على المية ده مش شغل بنا أدمين ده إن واحد يمش على المية لا مش شغل بنا أدمين يعني أنت شفته وكنت خايف مع الاثناشر ولا أنت كنت في البر لا كنت معهم في المركب طب إيه اللي حصل بعد كده يا يهوزة بطرس قاله لو كنت أنت هو خليني أجيلك فهو النسيح قال له تعال بطرس مش قطوتين وابتدى يغرأ في المسيح شالوا وقالوا لماذا شككت يا ضعيف الإيمان ورجع المسيح على مركب في حدثة تانية برضو بقال ليها علاقة بالمركب والبحر كانوا التلاميذ المركب طلعا نزلة زي بعد عنك المراجيح ومعدتهم قلبت وخافوا بصوا لقوا المسيح إيه نايم فبتدوا يصحوه وقالوا له أما يهمك النهلك فالمسيح وقف وبصل البحر بكلمة واحدة أنتوا هارفين يا جماعة عصفة عصفة حتى لما العصفة بتروح بتروح بالتدريج المسيح بصل البحر وقال له اخرص ابكم ابكم يعني اخرص فقال له اخرص في اللحظة ودي البحر الهايج اتحول لحمام سباحة يعني المياه بتاعته إيه كده إيه ده فتعجب التلاميذ وقالوا حتى البحر والرياح إيه ده الرياح والبحر بيسمعون ويخضعون ليه إيه الكلام ده يعني انت شفت شفت آه شفت طب هقول لك على حاجة تانية وإذا شفتها فاكر لما كانش فيه غير خمس خبزات وسمكتين فاكر وكانت الجمع كلها قاعدة فاكر وبعدين إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن المسيح أخذ الخمس خبزات والسمكتين وزحهم وأكل أكتر من خمس تلاف رجل ناضج المشكلة مش في دي إن بواقي الخبز كان بحكمة إلهية ملا 12 سلة ليه 12 سلة عشان هم 12 إيه فكل تلميذ يرجع إيه شايل يعني انت شاهد إن من الخمس خبزات شلت انت سلت كسر خبز آه شاهد يعني انت شفت أو أكلت يعني حاجة عجيبة أو صوروا هذا الإنسان بهذا الرصيد من المعرفة وبهذا الرصيد من الإيمان الإختباري ده مش سمع المعجزات ده شاف المعجزات قدام الشهوة وشهوة محبة المال اتعامى هذا الإنسان عن كل رصيد معرفته بالمسيح وأسلمه من أجل 30 فضة اتعامى من أجل الفلوس أي حد فينا لو امتلكته أي شهوة تأميه عن المسيح كلنا ممكن في وقت ملاقوات نروح لأبونا وقولوا على فكرة يا بونا اللي حصل معي ده معجزة وواحد يقول أنت مصدق يا بونا أنها معجزة أنت مصدق قوله أنا مصدق المهم أنت تبقى فضل مصدق كده على طول أنك إنت شوية وهتنسى أنا مصدق أن ربنا يشتغل مع أولاده بس اللي بيحصل يفضل الإنسان يقولك ده أنا مش ناسي يوم ما كنت في الكلية وحصل صدقني يا بونا أنا مش فاكل لما كنت مخطب وقيتش بجيب عشرة جنيه جوزت إزاي ده معجزة يا بونا أنا كل ده حلو قوي قوي كل ده معجزات حصلت معك بس خلي بالك أن كل المعجزات اللي شافها يهوزة ما كانتش كيف أنه يكمل ما كانتش كافية أنه يكمل خلاصه لأنه تعامى الشهوة تعمي واحد علشان امرأة حلق شعره والشهوة غلبته عارفين طبعا مين شمشون وواحد عشان طبعا عتس الشهوة عامته وباع البكورية خلي بالكم من أي حاجة تبتدي تفكر فيها في الزيادة عن اللزوم حتى لو الحاجة دي شغل تقول لي إيه ده إيه ده الشغل شهوة ممكن في يوم الأيام أي حاجة تتسلط عليك تعميك عن المسيح حتى لو كانت حاجة صح إحنا عاوزين إنسان يكون نجح في كل حاجة في دراسته في علاقاته مع الناس وفي حبه للمسيح أي حاجة تحت هتشدك ليها هيكون حسابها إنك تتعمي عن رؤية المسيح وتنسى كل اللي فات فأوعى تنسى اللحظة إن يهوزة كان له هذا الكم من الاختبار والعلاقة وبسبب الشهوة في محبة المال تعمل الشهوات كثيرة قوي شهوات كثيرة قوي 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 مش ضرورة تكون شهوات نجاسة ممكن شهوة وصول عارفين عن إيه وصول أنا وعد عاوز يتسلق ويوصل مناصب مناصب الإنسان يتعمي الإنسان يجذب الإنسان يعمل وقيعة الإنسان يوقع في الناس تعمل شكاوي في بعض ليه كل هذا ما انت لو شايف المسيح مش تعمل كده اتعميت يا حبيبي فأول درس اسمه إيه العمل روحي خلي بالك من أي حاجة تدخل حياتك حتى لو كانت خدمة وتسيطر عليك وعلى فكرك وتعميك عن رؤية المسيح في ناس ما بتشوفش المسيح أقول لكم أمثلة ناس تقوم عندها مشكلة في الكنيسة عندها مشكلة في الكنيسة لما يكون عندنا مشكلة في الكنيسة نعمل إيه نروح لصاحب الكنيسة ونصليله نروح لصاحب الكنيسة ونصم له بس أنا ما بقيتش وعندي شهوة الشهرة أو عندي غيرة بطلة وابتدي أكتب على الفيسبوك وخبط في الكهنة وخبط في الكنيسة وخبط في الشمامسة وخبط في الخدام وخبط في المجلس وبعدين ما حدش عمل حاجة ده حتى الأسقفة بتشوف البوسطات بتاعتي وما بتعملش حاجة إيه ده يا حبيبي إيه ده يا حبيبي أي حاجة تخليك تضطرب وحبك يقل لدرجة عن المسيح اعرف إنها مش من روح القدس حتى لو كانت خدمة يبقى أول درس هو كان يهوزة والإيه والعمى الروحي أن أنا ممكن أتعمي في يوم الأيام وانسى ربنا وتحصل أي حد سأقولك فين ربنا يا حبيبي ده أنت كنت شاي البسكت فيه عيش فين ربنا ده أنت كنت في المركب وبتصوت وربنا أنقذك فين ربنا يا ممكن يحصل فيه كده عشان كده الآية تقول تمموا خلاصكم بخوف خاف من بكرة لحسن تتزحلق يا حبيبي ده الدرس الأول الدرس الثاني قصة بطرس والعنوان بتاعها الضعف البشر بطرس المسيح كان بيحبه ولا أردوا علي عشان ما تنووش كان بيحبه طبعا طب بعد ما غلت المسيح كان بيحبه ويحبوش حبه لأنه رجع ما رحش عمل زي يهوزة فرح ورجع وقعد فوس التلاميذ يبقى بطرس المسيح كان بيحبه جدا خليكم معايا بدليل أن بعد كده المسيح رح لبطرس وقال له ثلاث مرات هتحبني فقال له آه قال له إرعى خرافي إرعى غنمي إرعى خرافي إرعى غنمي يعني إيه خلي بالك من يعني رجعوا تاني تلميذ من التلاميذ هتبشر وهتستشهد على اسمي بس بطرس اللي عمله برضو ما كانش قليل صح ده أنكر ده أنكر ومش مرة ياريتها مرة يعني زلة يعني أنا أنكرتك واجذبت قولي يا نهرب يد أنا كاهن وأجذب أنا كاهن وأجذب أنا كاهن وأجذب لكن ده إيه مرة واثنين وثلاثة بطرس أنكر بس المسيح ما تردهوش والمسيح قبله ورجعه تاني لمكانته الرسولية ليه لأن المسيح عارف إن اللي وقع في بطرس وقع تحت عنوان اسمه الضعف لإيه طب أنا أتعلم إيه الدرس الأولاني هما درسين الدرس الأولاني لا تدين أي إنسان على أي خطية كلنا بالبلد كده ملططين عارفين يعني ملطوط يعني إيه يعني أنا ملطوط وإنت ملطوط وإنت ملطوطة وإنت ملطوط وإنت ملطوط ملطيت كلنا ملططين يعني إيه كلنا ملططين يعني تصوري مثلا أنا إيه تكون الجلابية بتاعتي مبقعة هنا شوكولاتة سايحة وإيه تاني وملخية هنا انا معرفش اي حاجة وهنا بتاع وعدين انا ببصلك كده في بقعة صفرة دي اللي في القميش ده ده مسترده دي ولا ايه كده يعني لا لا يا بنتي لا ده انت وحش قوي ازاي نسلتي من بيتكو كده انت ما ببصيش في المراية ده انت معديك الزوق خالص في لبسك ده انت مهم باكلم معنا بمنطقة القرف لوكو استوكينج طب وانت اللي واللي انت فيك ده ايه علشان كده ممكن جدا تدين بطرس وتقول ازاي واحد يكون مع المسيح وينكرو تلات مرات اوعدين انسان لان اللي انت بندين وده ممكن المسيح يسمح ويفضل لقبه في الكنيسة قديس وانت ما تحصلش ما تخشش السماء لانك ماسك عليه ايه ايدانته او ماسك عليه ايه خطيطه يبقى احنا لازم نخلي بالنا ان الدرس الاول هو ايه لا تدين اي انسان لا تدين اي انسان لان كلنا فينا خطايا مكافية ده الدرس الايه الاول طب والدرس التاني اللي تعلمه ايه الاتضاع انتوا عارفين بطرس ليه انكر المسيح ثلاث مرات ليه 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 شوفوا بقى بطرس بيقول ايه قال ايه انشك فيك الجميع هو بيقول المسيح بيقولها هييجي وقت كلكم تشوكوا فيا ما عجبتوش الكلمة لا مش انا خلي بالك يا رب انت بتكلم مين برضا بطرس مش زي في لوبوس ابدا ولا توم الشكاك ده لا لا انا بطرس صخرة ايمان انت قلت لي هتبني على هذه الصخرة كنيستي انشك فيك الجميع انا لا اشك والاية اللي بعد ايه لو اضطررت ان اموت معك خليك قد كلامك يا حبيبي خليك قد كلامك اضطررت ان يعني جيب لك صليب ده انت واحدة خدامة سألتك قلت ما عرفوش يبقى القاعدة الاولى اوعدين اي انسان لانه لانك تحت الضعف صح ويوم ما الدين انسان انت ربنا هيشيل نعمته عنك فتقع في نفس الضعف اللي انت قد انت يا بيه طب والدرس التاني خليك متضع المتضع ما بيقعش كان مرة فيه كلمة زمان قالها كده ابعتراف في اجتماع صغير لامناء الخدمة كان بيكلم على الخدم واللي تضع فبيقول ايه بيقول انا عاوز اسألكوا سؤال هو مين اللي ممكن يقع وتكسر رقابته اللي بيبص من البلكونة في الدور العاشر ولا اللي قعد على الرصيف فكروا معي مين اللي ممكن يقع وتكسر رقابته اللي في الدور العاشر عمركو سمعت واحد بيحكي لأي انا اسكت انا كنت قعد على الرصيف وقعت ده انت ما تفهم يعني ايه واحد قعد على الرصيف وقع ينفع مش ينفع اسمها كنت على الرصيف وكوعت كنت على الرصيف ونعزت تمشي لكن على الرصيف وقعت ده انت لو حاولت تتوقع نفسك مش هتعرف ما انت قاعد صح المهم فهو الانسان كده الانسان اول ما يتكبر هيقع لان قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح وعشان كده بطرس ربنا حب يعلمنا من خلاله درس عشان انت شايف نفسك افضل من كل اللي هيشكه فيا وانت شايف نفسك الوحيد اللي تقدر تيجي تموت معايا انت الوحيد من فمك تتبرر ومن فمك تدان عشان كده يا بطرس انا هرفع ايد نعمتي عنك فاتبان على حقيقتك انك انكرتني تلت مرات ده ما يقللش من قداسة القديس بطرس ده احنا بنحتفل بعيد الرسل على تذكار بوليس بطرس يعني بطرس بوليس فاحنا ده فوق راسنا يعني يعني اقعد تفكر ان لا محدش فينا يطول المكان اللي هيكون في بطرس الرسول لكن انا بتكلم على المبدأ الروحي اللي نتعلم منه ان النمر واحد كلنا فينا نقاط ضعف ولا ما فيناش نقاط ضعف فينا نقاط ضعف وبما ان احنا عندنا فينا نقاط ضعف يبقى نخلي بالنا من ايه واحد اوعى الدين اي انسان حتى لو عرفت ان كاهن عمل اكبر معصية ارشم الصليب وقول يا رب ارحم وما تكملش انك تسمع ابدا اي حد اي حد نبي نبي قال لي في تلتين المزامير واكتر وقع في الزنا شمشون نزير الرب وقع في الزنا مين فينا فوق الخطيئة ولا واحد ده احنا كلنا يا جماعة ورق كارتون بس فاكرين نفسينا حديد اللي يحافظ عليك انك تقول انا غلبان وانا ضعفان ولحقني يا رب انا مش قد التجربة فربنا يقول مادام غلبان واقعد على الرصيف مش هيوقع لكن اول ما تقول على فكرة انا خبرتي في الخدمة تخليني اقول انا لما كنت من 16 سنة بختم اعدادي ومن 30 سنة لما كنت بختم ابتدائي اصلا انا ليه انا ربيت اجيال في الكنيس عارف ابونا فولندا ابني وعارف الانبا فولندا ابني انا ليه اربعة من ولادي في مدارس الاحد بقوا اربعة رغبان في المحرق والانبا بشوي في ايه في ايه في ايه هو ايه احنا ايه احنا ولا حاجة لو انت صدقت انت ولا حاجة هتعرف توصل لكل حاجة ولو افتكرت نفسك في كل انك في كل حاجة صدقني يا ابني هتخسر كل حاجة صدق كنستك وصدق القدسين اللي عاشوا الاتضاعه يبقى اول نقطة كان اسمها ايه لو تفتكروا العمل روحي والنقطة التالية اسمها ايه الضعف الايه بشر النقطة التالتة النقطة التالتة اسمها ودي شخصية هناخدها اسمها تخدير الضمير تخدير الضمير تفتكروا بتكلم على مين تخدير الضمير بتكلم على مين على واحد ضميره كان واجعه قوي شايفه بريء بس خايف من ناس بلاطس البنت ازاي خضر ضميره احكي لكم الناس كلها هاجت على يسوع هو شايف الناسه بريء وشكله سماته انسان غلبان قوي وطيب ووديع ومطادع القلب والناس قاعدة تقول اسلوبه 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 يا جماعة ده ما عملش شر لا اسلوبه اسلوبه ولا نقول للقيصر كبيرك وتحصل اضطرابات في البلاد وبقى شكلك مش بالي مركزك يعني وتضحي بالكرسي بتاعك المهم مراته قالت له قوعة تحكم عليه لقد حلمت حلما من اجل هذا البار يعني الوسانية قالت ان يسوع بار ما تعرفش انه اله لكن شخص انسان بار اوعد قرب ايه اللي حصل لما لقاهم زنقوه وهددوه عملهم افر ايه رأيكم انطلع لكم برباص لا ده يتصلب هو قالهم برباص ولا ايه برباص قتل قتلة قتل قتل قتلة قالهم لا طلع برباص وقتل ده قالهم اه تبصوا بقى انا بقى ايه تعبان اوي من الموضوع ده الراجل ده ما يستهلش خلي بالكو طبقا للقانون اليهود ما كانش عندهم غير ان هما يجلدوا لكن ما يقدروش جوه الحكم الروماني يطلعوا حكم الاعدام الا اذا ايه الدولة الرومانية هي اللي حكمت بحكم الاعدام ايه اللي حصل عمل بلاطس تمثلية عشان يخدر ضميره عشان يخدر ضميره عمل ايه بلاطس جاب شوية مية وغسل ايدي وعملون كده عارفين لما بونا في اول الاداس قبل صلاة الصلح يعمل كده اهو برضو عملها نفس العملة بلاطس بس بلاطس عملها عملة وحشة يعني قال انا بريء من دم هذا البار فقاله دم علينا وعلى اولادنا الحمد لله هم اللي هيشلوا تمن دم وقال له ايه لا يا بلاطس ستكون لك دينونة صحيحا الذي اسلمني له دينونة اعظم لكن انت عليك دينونة ليه عليك دينونة ليه عشان انت خفت طيب خفت واسلمت دمان بريء لا من عملت حركة بقى ان انا غسلت ايدي وقلت انا مش مسئول نعم هو انا لما اكون كاهن وشايف ظل في كنستي واقول انا مش مسئول هم ظلمة ربنا يا عدهالي مش هعدهالي فهو عمل معادلة زي علي الكاهن بالظبط لما رح لولاده قال لهم بس ما قالهمش بحسن ما قالهمش بحرمان ما قالهمش بسلطان قالهم ايه اللي انتوا بتعملوا ده سمعتوا انه كنتوا اللتين كاهنة ولادي بتزنوا وبتاكلوا من اللحمة اللي المفروض ما تاكلواش من الزبايح ده اسموا كلام انا عملت اللي علي قلت لهم انتوا غلط ربنا قال له هو ده اللي انت قدرت عليه ده كاهنوت مش اي حاجة يعني علشان انت ما خدتش حقي ولادك هيموت وانت وانت قاعدة هتقع وتكسر رقابتك وتموت انت كمان فحكاية ان الانسان يخضر ضميره دي سهل قوي وانا اقول لكم على انواع من انواع تخدير الضمير اول صورة من صور تخدير ضمير واحد يقول ايه مش انا هو السبب ده مين اللي عملها دي سهل قوي ادم 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 اللي عملها اول ما ربنا قال له يا ادم مش انا قلت لك ما تاكلش من الشجرة دي ادم رده وقال له ايه مش انا عارفين لما يبقى فيه اربع عيال تبان بقى الرجولة وتبان عكس الرجولة مش عارف ايه يعني فبابا كسروا فازة فيخلش كده بابا يقول مين اللي كسر الفازة عارفين لما يكونوا بحبوا بعضه وفيهم شوية رجولة تلاقي اللي اربعة سكته يعني مستنين ادبا ان اللي كسر الفازة هو اللي يقول ايه لكن لما مكنوش رجالة يعملوا اقتلاقي تلاتة شاورة على واحد يا اول مبابا من اللي كسر ده اللي عملوا ادم بالزبط وزي ما بقول لكم ان غلط غلطة دبل قال لربنا ايه المرأة ايه يعني ايه اللي انت اعطيتان ايه طب انا سألك سؤال يا رب وانت صالح وقدوس انا طلبت منك حوا انا طلبت منك حوا تبراجع كده اول اصحاح وتاني اصحاح انا طلبت منك حوا رد علي يا رب انا طلبت منك حوا يعني انت اللي جبتها لي طب انا هفترض نظرية فلسفية رب بطول بالك علي انا مش قدك قولي يا ادم انت لما جبتش حوا كنت انا وقعت معلش المنطق ايه مين السبب في الوقوع وجودها دي لو ما كانتش موجودة انا ما كنتش وقعت صح طب ما انت خلقتني قابليها بفترة عصيتك انا عصيتك انا ما عصيتك شوية مش موجودة مش التاريخ اسمه ما قبل حوا فيه ما قبل ادم وفيه ما بين ادم وحوا فيه حتة فقرة زي كمان ايه ما كانتش فيها الست دي موجودة الست دي لو ما كانتش موجودة كنت انا وقعت طب انت اللي جبتها لي يبقى انا المسؤول انت بقى دي متروكة لحكمتك وانت اللي تجاوب يا رب انا ما قدرش اقولك فمن كده بقى بغلط فيك وبعدين هي اللي اغرتني انا هي بقى فضل انت تعارف بقى يا رب انت مش عارف الستات بقى بزنانين عشان خاطر طب انا قطمة وانت قطمة طب افتح نبسك افتح نبسك حاجة كده يعني بتحصل فناكلت منها ايه المشكلة يا ريتك قلت اخطيت يا ريتك قلت انا غلطان بس كل اللي انت عملته من تبرير ده ربنا قال ملعونة الارض بسببك انا مقدرش هلعنك انت لانا كنت ابني وفيك روحي وخلقتك على صورتي ومثالي لكن ملعونة الارض كلها بسببك عارف لما بيقول ابنه كرهتني بالا اي حاجة تصوروا او ده نوع من انواع الايه تخدير الضمير مش انا مش انا انا ضحي ما اسألوها هي هي السبب تاني نوع ان الانسان يعطي تبريرا تخدير الضمير يعني ايه تخدير الضمير انسان يعطي تبريرا عارفين قيافة كاهن قيافة كاهن قال حتة قول قال ايه خير انيموت انسان واحد عن الشعب. حتى لو بريء. حتى لو بريء. عندنا هوسة. بنائس واحد. ما يموت واحد. أنت رئيس كهنة. وتسفك دما بريئا. الكهنود ده. فين صلاح الضمير بتاع رئيس الكهنة. لا معادلة حلوة. بصوا يا جماعة احنا في ورطة في ورطة. الشعب هيعمل صورة اهلية بتوع يسوع كترو. واللي احنا اليهود المحافظين كترو. هنقتل في بعض ونضبح. ليس هناك. مش في حل احلى. ايه هو واحد يموت. في دائن عن الشعب كله. ونرتاح من الهيصة دي بقى والزعبلانة دي. يا خبا ربي على تخدير الضمير. بتاع بيلاطس البنطي وبتاع القيافة. واحنا ممكن نعمل كده. ان الانسان يدي عنوان مريح للأعصاب. يعني ايه دائن عنوان مريح للأعصاب. بحكيلكوا حكاية مش مكانها يعني نتكلم على اسبوع الألم بشكل. لا بس حكاية افتكرتها. واحد هو مش موجود في مصر حاليا هو هاجر. الانسان ده يعني من زمان قوي 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 يمكن اكتر من خمسة وعشرين سنة. كان بيجي يعترف وبيقول انا واقع في ان انا بدخن حاجة مش المفروض حد يدخنها. يعني حاجة جوه السجاير يعني ما علينا. وكان دايما كل ما يقولها يقولها بايه بزعل كده شوي يقولها بزعل. طبقا هو ده مخفيف قوي بس ده لا يبرر لنا هحكي يعني. المهم وبعد فترة. احد مثلا سنة ما يجيبش سيرة الخطيئة دي فانا دفولت ان هو ايه. بطل خلص مدام هو دايما بيشتيكي نفسه وزعلان وحطت وش في الارض وصليلي يا ابونا ومش قادرة بطل بحاولة بطل بطلت مرة وقعت تاني كده يعني. وبعد سنة ما في جابش سيرة فانا مرة كده لقيته قلت له هو انت. بطلت الموضوع الفلاني الفلاني لقيته يقولي لأ طبعا. انا مدقنيش انه ما بطلش. قال لديني كلمة ايه. الابتسامة والانبساط. لا طبعا. لا الاول كان بيقولت صليلي يا ابونا واخدين بالكم الفرق. لا طبعا. لا طبعا وفرحان. انت لا طبعا وفرحان هي دي اللي اللي اخبطتني شوية. فقلت له وانت بتقولها بفخر ليه. قال لي اصلا انا عايزة اقول لك حاجة. اول حاجة. ربنا قبل ما يخلقه. كان عارف تأثير النبات ده ولا مش عارفه. طب خلا اقول ايه. انتوا اخدين بالكم. فاكرين حوى. نفس قصة حوى. هو مين لغلطان. انا ما طلبتش. انا لقيت الزرعة موجودة. نمرأ اتنين. دي حاجة طبية. وبعدين دي حاجة مهدئة. هقولك سبب كمان. السبب الثاني. قال لي انت عارف الستات. انا برجع من الشغل متأخر ستة سبعة. لقي مراتي بتشتكم العيال. ويخبطوا بعض ويعيطوا طول النهار. واللي ده لقى الميا واللي ده لقى اللبن. والبيت والجنين. ويويويويويوي. ولا اخره. فانا بتشد وزع في العيال وزع فيها واقول كان يوم. لونه غامق. يوم مش عارف ويوم لما خلفنا يوم غامق. واخدين بكواب تحوق. هيا تقول انت مش مقدرني تستوعبني. وانا قولها انت مش حاسة بي. انا راجع تعبان. اخر بتاع. انا بقى ما عملت حاجة تاني. انا بخش دلوقتي العربية. وادخن. اطلع يا بونا مش شايفة. على فكرة. هي ما بتبطلش كلام. بس انا شايفها كده. بس حاجة بتعمل كده. وانا مسامح. عارف يا بونا الزرار بتاع ميوت. هي ما عمل لها ميوت. مش انتو يا بونا بتتكلموا عن السلام القلبي. طب انت تزعل يا بونا لما واحد من ولادك يوصل لسلام القلبي. يعني اوز نقول لغا الله يحلك. اوقات الانسان بزكاء شيطاني. يقدر يبرر اي خطيه. انا مرة قلت لكم واحدة زمان اسم قلتها قلتها ايه? خطيه لبسة فضيلة. يعني خطيه لبسة فضيلة. يعني الواحد يعمل الخطيه يعني يجزب. قلت تجزب يقول له ده مش كذب ده حكمة. ايش فاهمك انت في الموضوع ده. انت كذبت وحلفت. اه بس انقصت واحد ما لكش انت دعوة. طب فين الغلط. ما هو ما بقاش في غلط. لان كلنا تعودنا نخضر ضمرنا. واحدة ست بتاخد فلوس من جيب جزء. كل يوم خمسين جنيه. هو ما بيعدش. بس هي بتعمل الف وخمسمائة جنيه في الشهر. كأنه ايتي ام تحط كارت تطلع خمسين جنيه. تحط الكارت تطلع خمسين جنيه. مش هيدي القصة. وبعدين اقول لها يا بنتي مادام هو مش عارف دي خطيه السرقة. بتقول لي مش احنا جسد واحد. لا. ما انت قلت لنا كده جسد واحد. لا لا مش جسد واحد في لي. انت سوء. علشان يبرر الخطيه. احنا قلنا كم نقطة لغاية دلوقتي. الاولينة كانت ايه? العمى التانية. الضعف البشري. لا تدين. وتضضع. تلاتة. تخدير الضمير. وبروفيشنل. كلنا بروفيشنل. كلنا بروفيشنل. انت عارفين داي من تخدير ضمير. يعني تسأل واحد ان ترى الخطايا ولو تلايبونها الحمد الله زي الفل. فاقوله طب ممكن اسألك تسأل. دي بقى كرارها لك كثير يعني. عشان ما تذهبوش. اقول له بتشتم. وانا بس سوء بس. بتحلف لما اللي قدامي ما يصدقنيش. بتجذب. عشان اشيل خطر. طب ليه ما قلتهمش. ما دي مش خطايا. يعني اساسا. انا لو ما بسقس مش اشتم. ولو اللي قدامي يصدقني مش احلف. ولو قدامي ما استفزنيش مش هغضب. انا بطبيعي هادي. انا بتنرفز امتى? لما القدامي يا ابونا يكون غين بهيه. كمان. يعني انت. ده لما انقال لاخي يا احمق يكون مستوجب. نرجو هنم يقول يا ابونا انت فاهم غلط امام الله. شوفوا بقى ده تخدير الضمير. ده تخدير. دي مش شتيمة. ده وصف. انتو خدي بالكو. اهي كل دي انواع من انواع الايه? التخدير. اخر نقطة اسمها المحبة تبقى. يعني المحبة تبقى. هنروح كده تحت الصليب. وهنشوف اتنين تحت رجلين المسيح. واحدة اسمها المجدلية. كان فيه نساء كثيران كان يخدمون. لكن يعني. لكن ما فيش حد بقى. الا مريم المجدلية مع الست العدر طبعا. ومن تاني. ويحنى الحبيب. وبولس الرسول بيقول كده. وما كان لي ربحا فقد حسبته نفاية من اجل فضل معرفة المسيح. عايز اقول لكم. على ان اكتر حاجة. ربنا بيدور عليها. وتحمينا. من حاجات كتيرة قوي. سؤال. بحب ربنا قد ايه? التلاميذ خافوا وجريوا. وبطرس لما خاف انكر. وواحد لما اتعمى باع. ايه اللي خلى يحنى ما يباعش. افتكر كده التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يعني المسيح كان يحبه اكتر من التلميذ. لا. هو في حاجة انتم متعرفوهاش. ان يحنى كان بيحب المسيح اكتر من بقية التلميذ. فتمتع بحب المسيح اكتر من بقية التلميذ. تعاملين الفكرة. فكان لزيق له على طول. الحب اللي كان جوه يحنى ده. من غير ما يقول وان انكرك وانش اشك فيك الجميع. وانا داخل اموت معك ما مش باعش عارات. انا مش باعش عارات. انا بتاع حب. لو هو هيروح فين. انا في ديلك يا رب ما اقدرش اسيبك. علشان كده انخلت كل عبادتنا من حب الله صرتنا حاسا يطن وصنجا يارن. انقدم الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. راجعوا نفسكوا يا ولاد. ما الكتبه والفرسين كانوا حافظين. بس ما كانوش بيحبوا ربنا. سيبك من الشكل الشكل مهم بس الاهم القلب. علشان كده في اتنين بولس الرسول والمجدلية. في حاجة بتجمعهم هم اللي اتنين. اللي هيقول اللي بيجمع بولس الرسول والمجدلية ايه? فعلا واحد شاطر. ها? لا. لا. كلاهما كان يشعر بالدين للمسيح. واحدة كان فيها سبعة شياطين. والمسيح يحررها. هي كانت عارفة سبعة شياطين بيعملوا فيها ايه? كانت عايشة في الخطيئة. والتاني كان يضطاهد كنيسة المسيح ولكني رحمت. يعني انا الجهل كنت معادي. فلا ما استهلش يجبني ويعملني رسول للامم. ويديني القوة في الخدمة بالشكل ده. علشان كده هما الاتنين اكتر اتنين اتكلموا عن الحب. بولس الرسول ويحنى الحبيب والمجدلية بوجودها تحت الصليب. علشان كده. اثبت في حب المسيح. وكلموا كل يوم كلام حب. مش عاطفة. اصلي فيه مواصل ممكن تسمع ترنيمة. تبكي. ممكن تشوف باشن افزا كرايست. تعيط. وتخلص لك بكرة كلينيكس. مش هو ده اللي نقصده. حب ثابت. حب فيه كلام. حب فيه ود. حب فيه عتاب. حب فيه حوار. حب فيه انفتاح. حب فيه بساطة. حب بتقدر تطلع كل اللي في قلبك لربنا. وانت حاسس انك شايفه قدام عينيك. هي دي الصلاة. تغمض عينيك شايفه. تفتح عينيك شايفه. مش عارف تطلع براء. اللحظات القليلة اللي انت بتصليها بالشكل ده هي اللحظات اللي انت دقت فيها محبة المسيح. هي دي اللي تحافظ عليك. وهي دي اللي توصلك للسماء. المحبة طبق. عشان كده بوليس الرسول قال فيه تلات حاجات محتاجينهم عشان نوصل للسماء. الإيمان والرجاء والمحبة. الإيمان لازم تؤمن عشان تتعمد. والرجاء في حروب. فانت ماسك في المسيح. طب ليه المحبة أعظم هنا. ليه ليه. لان لما تطلع السماء. انت محتاج الإيمان. يعني انت تواف قدام ربنا شايفه بعينيك. على فكرة أنا بؤمن بيك. أنا بتجي لي أفكار شك هتجي لك زي أفكار الشك وانت شايفه بعينيك. عندك عندي رجاء ان انا وصلت يا حبيبي الحمد لله على السلامة من توصلت. يعني الإيمان مش محتاجه ولا الرجاء. لكن الوحيد بقى الحاجة الوحيدة. اللي محتاجة تكملها في السماء. الحب. إذا معرفناش نحب المسيح من كل قلوبنا هنا. إحنا في محنة. وفي مشكلة. هيجي علينا وقت نزهق من الصلاة. ومن الرتابة. ومن تكرار. لأ في واحد تاني بيحب ده عاوز يقعد مع ربنا. بيخلع من الناس عشان يقعد كده في في طرقة في الكنيسة. لوحده يكلمي حبيب قلبه. الدروس اللي احنا اخذناها أربعة. الدرس الأولاني كان اسمه العمى الروحي. الدرس الثاني اسمه. الضعف البشري. الدرس الثالث اسمه تخدير الضمير. الدرس الرابع اسمه. المحبة طبقة. كل سنة هم طيبين. اهتموا قوي باسبوع الألام. على قد ما تقدروا قد وقت في البسخات الصباحية. والمسائية او الليلية. بكل واحد بحسب طاقته. وربنا يفرحنا بقيامته. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد أمين. اشتركوا في القناة